بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا فيكم في الجلسة 226 لمجلس وزراء اليوم 17 للمجازر التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة على أيدي ماكنة القتل والإجرام الإسرائيلية شبح الموت يهدد آلاف الأطفال والمرضى في المستشفيات التي شرف الوقود فيها على الانتهاء مع استمرار قطع الطيار الكهربائي والماء والدواء والطعام عن أهلنا هناك ما يجري في غزة يوجب تحرك أصحاب الضمائر الحية ودعاة حقوق الإنسان من أجل وقف التقتيل والتهجير القصري وإعادة شرائيين الحياة لأهلنا المحاصرين بحمم الموت والتي أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها جرائم ضد الإنسانية وقتل جماعي وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني ومواثيك جنيف في كل يوم مئات الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء إن جرائم الاحتلال ترتكب في كل أنحاء فلسطين في غزة وطول كرم والجلزون ونور شمس ورامالله ونابلس وجينين والقدس والخليل وأريحة وبيت لحم وطوباص وقلقيل وفي كل مكان على أيدي الجيش والمستوطنين هذه الجرائم يجب أن تتوقف فوراً ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه إن صوت الضمير العالمي وشعوب العالم قد عبرت عن رفضها لهذه الجرائم بصوت عالي ولكن يجب أن يكون مسموع لحمات إسرائيل وحلفاء الحرب نحيي هذا الصوت المنادي بالحرية لشعب فلسطين وندعو شعوب العالم الاستمرار في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه إنما نسمعه على لسان قادة دولة الاحتلال من تحضير لإجتياح بري يعني الاستمرار في ارتكاب جرائم جديدة وفضائع وتهجير قصري وقتل من أجل القتل والانتقام نحن لدين المواقف التي تشكل رخصة قتل وغطاء سياسي لإرتكاب مجازر ودمار لغزة وأهلها رئيس الوزراء الإسرائيلي يتبجح أمام العالم ويقول أنه يقاتل البرابرة باسم الحضارة الشعب الفلسطيني صاحب حضارة وشعب عريق له تاريخ وحاضر ومستقبل نحن أصحاب الأرض هنا منذ ألاف السنين وإسرائيل كيان استعماري احتلت أرضنا وشردت شعبنا وأين هي الحضارة التي تتيح للاحتلال قتل ألف ثمانمائة طفل منهم الرضع وأين هي الحضارة التي تتيح قتل الأبرياء من النساء وكبار السن والعجزة وأين هي الحضارة التي تحاصر وتمنع الماء والكهرباء عن اثنين وثلاث في العشر مليون إنسان فلسطيني وأين هي الحضارة التي تتيح القتل بدم بارد أطفال في حضانات الخدج والذين يتهددهم انقطاع الأكسجين وأين هي الحضارة التي تمنع دخول المواد الطبية بحيث تصبح العمليات الجراحية تجرى بدون مواد تخدير وأين هي الحضارة التي تمنع الدواء عن مرضى السرطان في غزة وأين هي الحضارة التي تقصف مستشفى وتطالب إخلاء مستشفيات أخرى مما يعني نزع أجهزة مدعمات الحياة عن المرضى في غرف الإنعاش والطوارئ هذه حرب إبادة جماعية تقوم بها ماكنة إجرام بعقلية همجية بربرية استعمارية تشتهي القتل وتتلذث بعذابات الأبرياء والأطفال وتقصف المساجد والكنائس مجلس الوزراء يؤكد أن الأولوية الآن هي وقف الحرب والعدوان وإدخال المواد الإغاثية إلى غزة وحماية المدنيين ووقف التهجير الكسري وهي مسؤولية دولية ونتابع مع الإخوة المصريين إدخال المواد الإغاثية من خلال معبر رفح ويجري سيد الرئيس كل الاتصالات مع دول وزعماء العالم من أجل وقف العدوان عن شعبنا إنني أدعو أيضا إلى السماح للصحافة الدولية للوصول إلى غزة لتوثيك وفضح جرائم الاحتلال التي ترتكب هناك إن شعبنا سيهزم نوازع الغطرصة والإجرام وأحلام التوسع التي تصوغ أيدولوجية وفكر قادة إسرائيل الذين يمارسون سياسات التطهير العرقي والإبادة الجماعية إن سعينا للحرية والاستقلال وإقامة دولتنا لن يتوقف وصمودنا على أرضنا لن تخلخله جرائم المستعمرين مجلس الوزراء يتابع اليوم ما يجري في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية والعهد والوفاء لشعبنا حتى إنهاء الاحتلال وحتى القدس والدولة والعودة أدعو إخواني الوزراء للوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح الشهدة شكرا شكرا شكرا